مؤشرة إيجابية لعودة الشركات النفطية إلى اليمن ذلك ما صرح به رئيس الوزراء معين عبد الملك سعيد في معرض تناوله لجهود الحكومة المبدولة حالياً لاستئناف تصدير النفط من حقول مارب خلال محادثات هاتفية أجرها من مقره في الرياض مع محافظ مارب سلطان العرادة وتزامن تصريح رئيس الوزراء مع اجتماعات نجريها في القاهرة محافظ شبوى محمد بن عدو مع ممثلية الشركات النفطية وتهدف إلى ضمان عودة الشركات للسئناف تصدير النفط من الحقول المتواجدة في المحافظة لنبع إنك هذا دلالته على طبيعة التطورات السياسية التي يبدو أنها تتسارع باتجاه إنهاء كافة الكوابح التي أعاقت الحكومة طيلة الخمس الأعوام الماضية ومنعتها من الاستفادة من عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي المسال الذي لا تتوفر معلومات بشأن الجهود المبدولة لإعادة تصديره من قبل شركة توتال الفرنسية عبر مينابي الحاف وكانت الحكومة قد نجحت في استئناف إنتاج النفط من حقول المسيرة في محافظة حضر موت في منتصف أغسطس أب من عام 2016 بطاقة إنتاجية تصل إلى 40 ألف برميل تلاه استئناف لإنتاج النفط من ثلاثة حقول النفطية في محافظة شبوى بطاقة إنتاجية تصل إلى 50 ألف برميل يومياً ومثلت خطوة إعادة التصدير الجزئي للنفط من حقول في حضر موت شبوى تحرر مهم من الفيتو وغير المعلن من جانب التحالف ضد أنتاج النفط منذ 2015 خصوصاً من حقول مارب رئيس الوزراء أكد عزم الحكومة على تأمين الأجواء الملائمة والجاذبة لاستغلال الفرص والإمتانية الواعدة في قطاع النفط والمعادن وجذب المستثمرين والشركات للاستفادة من هذه الفرص وتهيئة كل العوامل اللازمة للسئناف إنتاج وتصدير النفط في محافظة مارب وأثنى رئيس الوزراء على الترتيبات الأمنية وعلى جهود الأجهزة الأمنية والعسكرية في ردع العناصر المشبوهة والخارجة على النظام والقانون والتي تحاول يائسة عرقلت دوران عجلة الاقتصاد والتنمية في مارب على حد قوله يأتي ذلك على خلفية الهجوم التخريبي المسلح الذي تعرض له يوم الأربعاء أول رتل لصهاريج نقل النفط من حقل صافر كان يتجه صعوب شبوة ضمن خطة تستهدف تصدير 5000 برميل تمر عبر مرحلتين وتشمل ضخ هذه الكمية عبر أنبوب إلى ميناء نشيمة على خليج عدن